موسيقى تم إغلاق المقر الصحافة في وجونا وإحنا اختارنا هذه المؤسسة باعتبارها مؤسسة مستقلة لن تخطعها لضغوطات من أي إمكان سيارات سياسية وخصصاً من حزبنا لأننا عارفين بأنهم يدخلوا لمنعناه من الحاديث لمنعناه من وولوج المقر الدلحيز يعني المنع هذه السنة وإحنا فيه اختارنا هذه المؤسسة رطلناهم يوم الجمعة جاوبونا يوم الاثنين درنا الدعوات وزعاز الدعوات بعد عاد تراجعون بعد ما تلقوا اتصالات وتراجعوا على إعطاءنا المقر علينا الكلام كان واضح مع رئيس النادي قلت له تسونا الموافقة إحنا التزامنا مع وسائل الإعلام ما يمكنش نتراجعوا عليه رسالنا هم رسلنا الدعوات غنجيوا وفتحتوا لينا ندخلوا ندوا ما فتحتوش غندوا في الباب واتش اللي واقع على ما ندروا ندواه في ظروف ماذا نتبرير؟ قلت لك النادية يكون عامر وانتو ما كتشوفوا النادي ما عامر يعني بغوا يتراجعوا بأنهم نساوا شي ناشاط مع شي مدى ما دري معا كونفونسوها تكون في النادي وانتو ما كتشوفوا معنا مبرير واي بان بعد قلبنا لقينا اش كون تتصل بالرئيس يعني القيادة الحزبية اللي اتصلت بالرئيس وضغطوا عليه ماذا كنت جمع من السياسي؟ يعني بعد حضو القضائم كنت جمع من السياسي؟ امور عادية وفيها كيديروا شروط ديل المؤتمرات الاقليمية الباقي فيه هي تزوير فاضح كين اما كين لي ما فيهاش المناظرين كين ارقام ديل المنخارطين في بعض الفروع فلكية ميتين تلتمية ربعمية والجمع العام كيدار في منزل من المنازل بخمسة ديل الناس ديكالخمسة كي يزعوا مع بعض اياتهم مش كوي بش المؤتمر مش كون اللي غايكون في الجناة مركزية منها واحد الاسلوب معمرو عاشوا حزب تقدم والشتراكية الحالة اللي وصلها الحزب الان تدمير القلوب حالة اللي يرتلها الامر العام يريدوا تدمير حزب عارق لتحقيق طموحاته الشخصية التي لا تتناسب فتاتا مع حزب من حجب تقدم والشتراكية الامر العام دوسط لسد الولايات ويريدوا الرابعة وربما الخامسة يريدوا ان يبقى الى الابد خلود فوق كرسي الامر العام ضد الاعراف الديمقراطية عبر العالم خصوصا اليسار صعيب ان تحدثوا على الهيمنة بهذا الشكل على حزب يساري عارق عنده 8 سنة الامر العام يتحكم في جميع مفاصله لا يوجد من يقول له لا اللي قالوا له لا من داخل القيدة وما تجوج له من تردوه يعني اي احد غير عارض الامر العام غير عارض التوجيه دياله او غير يتكلم بحرية من داخل التنظيم يتم ابعاده او تردوه عدد كبير اللي ما تمشي تردوه يعني تم تردوه معنويا فقط ابعادهم يعني التهجم عليهم بنجموع هذه الاساليب سواء على المستوى القيدة او الفروع المئات من اطر الحزب خارج الحزب وعمليا لن يشاركوا في المؤتمر المقبل اللي يتم تغيير ديموغرافية الحزب يعني باستقدام او ناس جدد لتصويت على الامر العام الهدف من المؤتمر اصبح هو التصويت على الامر العام لولاية رابعة واتش كي يقولو في الكواليس يعني كي يجمع الناس ومبعد كي يشتم واحد واحد كي يتكلم معهم في الكواليس ديرانا ديرو الناس لا يصوتوا عليا هكا كي تعليمات واضحة لا ديرو الناس لا يصوتوا عليا في المؤتمر الولاية الرابعة هاتش ما عندو على قلب العمل السياسي لا في اليسار ولا ما غير اليسار ما كي تدارش هذي امور اللي مهزلة وصل اللي احيز بتقتم الشركية احنا المبادرة كانت واضحة عندها وثيقة وخرجت بيانات عندها مواقف واضحة الوثيقة كانت في الملف الصحفي غادي تتخذها بالاضافة البيان ديالات عندوها الصحفية المواقف ديالنا والنضالس ديالنا طيلة ست السنة ما حدرنا منه ووصله الحزب الان يعني الضعف والهزالة والهشاشة التنظيمية اللي وصلها الحزب اليوم تنذر بخطر اندطار هذا الحزب العريق اللي غيحتفل السنة المقبلة 80 سنة على تأسيسه حزب يساري حقيقي نابع من الجماهير الشعبية من المفروض انه يكون مفتوح في وجه كل من يؤمن بمشروعه بخطيه السياسي وملتصق بالجماهير الشعبية لانه حزب الطبقة الكادحة والجماهير الشعبية والعمال والفلاحين بمعنى الفئة العريضة من المجتمع يتبنى مطالب الحزب ويبني مشروع عليها والواقع هو عكس هذا يعني اصبحها حزب المقرارات المغلقة حزب الاقصاء للأصوات المعارضة حزب يعني العامي يطالب الدولة بخلق انفراج سياسي والمعتقلين الصحفيين معنى شعار كبير يرفعه في وجه الدولة بينما هو يخنق الديمقراطية ما قادرش يدير هذا ما يطلب من الدولة ما قادرش يفتح الباب للمناضلين يحتوي جميع القراء يدير مصالحة شاملة يجمع قطور حزبه هذا الأولويات هذا الإصلاح البيت الداخلي ثم عندما يصبحوا في وضعية سليمة يمكن انه يرفع المطالب المفروض انه يدفع عليها من داخل المجتمع والأي الأمين اللي عم كان عرفوه سدي واجهة الخيطاب دياله وفح الوقت ركن يقول يحارب التحكم وكانت تحكم في البلاد فهذا هو متحكم كبير يتحكم في الصغيرة والكبيرة داخل حزب تقكم الشركية يطرد من يريد يبقي فقط من يصفه أو من يسكت وكان ممكن انه نور رفقها ونسكت وتحنا مع الساكتين ونخليه يدير اللي بغوا نبقها يعني مسألة دي لتحافظ على بلاستك في ظل هذا الأوضاع لا تشرفونا لا يشرفونا أن نبقها واجهة لطيارة وشركة معيين داخل حزب التقدم والاشتراكية وهدف ديالكم هو خلق يعني تشويش داخل الحزب كيف يرضي لكم على ذلك؟ على أين هذا كلام من البداية ديالانطلاق المبادرة هو الأمير العام يحاول يصوق هذا الشيء ويحاول يصوق جميع الأكاديب لتنقسم القيمة ديال المناظلين ديال مبادرة سنواصل الطريق وتشويه صورة ديالهم باش ما يتبعوهمش من مناظلين آخرين هذه مبادرة عفوية اجتمعها ومجموعة من المناظلين داخل الحزب من المكتب السياسي واللجنة مركزية والمكتب السياسي السابق وعداء السابقين باللجنة مركزية عني واحد الفئة كبيرة من المناظلين اللي ما عاجبهمش الوضاء اجتمعنا اجمعنا افكارنا في وثيقة وطلقنا مبادرة وراسلنا لقيادة الحزب باش يناقشوا معنا الوثيقة وما ندى الاجتماع المكتب السياسي انا او رفقة فاتمة السبعي اللي هي مناقش هذه الوثيقة تمام منعنا من الحضور قبل التطرد تمام منعنا من حضور اجتماع المكتب السياسي مباشرEN بعد اطلاق المبادرة هذ المبادرة هي مبادرة مناظلين المقعين على الوثيقة ناوثيقة مديلة بأعضاء لجنة المنسيق الوطنية ومقعنا لها حوالي 300 مناظلة ومناظلها دو هما اللي ديرين المبادرة ما نمورههم أساساً تم إبعادنا وإخراجنا من الحزب تشويش أين هو؟ دخلنا نتكلمون من داخل هياكيل لو لقينا فرصة نتكلمون من داخل هياكيل ما كنا نشار خرجوا نتكلمون برمي منا مضطرين أننا نتكلمون من خارج الحزب لأننا تم إبعادنا وإخراجنا بطريقة عد السوفية الحكم القضائي أنصفنا وبيين بأن الأمير العام طيلة السنة كان يكذب علينا يقول لك مبرراته اللي صغفت طرد وما قاله بعد الطرد كله أصبح لاغياً بالحكم القضائي المنصف لألغاء القرار بشكل قطعي وحكمه برجوعنا للحزب بما يترتب على ذلك من آثار قانوني وما يترتب هو أنه خاصنا يعني خاص تحضير المؤتمر نكون مساهمين فيه لما ساهمناش فيه إلى حدود اليوم ومن الحكم اليوم لم يتم استدعائنا أو الاستماع أو إشراكنا فيما يحضر للمؤتمر هذه محاولة لإبقاءنا خارج الحزب وهي محاولة يائسة لأننا ما يمكنش ببقاء خارج الحزب وسنكون من داخل المؤتمر وسنواصل نضالنا لإصلاح حزبنا من داخل المؤتمر ولن نتوقف إلا بعد إحداث تغيير حقيقي داخل الحزب تقتم الشركية سندعم أي مرشح لترشح الأمن العامة بعد نقاش واتفاق طبعا إلا الأمن العام الحالي موقفنا واضح وصريح الأمن العام الحالي لم يعد له ما يضيفه لا لحزب تقتم الشركية ولا للمشهد السياسي وعليه أن يكتفي بالثلاث ولايات الحزب في حاجة إلى نفس ديمقراطي حقيقي إلى تغيير حقيقي على مستوى القيادة وخصوصا الأمن العام محتاج إلى إصلاح تنظيمي حقيقي إصلاح البنية التنظيمية المهترئة ليصلوا لها الأمن العام الحالي الحزب يحتاج إلى عمل جبار والعمل جبار لا يمكن أن يقوم به إلا أبنائه الحقيقيون المناضلون اللي كبروا وتشبعوا بمبادئ هذا الحزب واللي جزء كبير فيهم تم طردهم وهم من داخل مبادرة سنواصل الطريق القيادة سنواصل الطريق وجزء كبير من مناضلها كبروا في الحزب من القيطاع التلاميدي يعني هناك من تدرجة في كل مراحل الحزب وصولا إلى القيادة مما فيهم عبدالربي يعني بديت في الحزب الصغير ودرس في جميع لي كلمة الفرعة الشابيبة ولمكتب الوطني الشابيبة ووصولا إلى المكتب السياسي اللي حيث تقتم الشراكية بشكل عادي وطبيعي وتم طرده مباشرة بعد ما عبرت على رأيي اللي هو رأي سياسي والمحكامة أنصفتنا يعني لحسن لحد البلاد فيها قضاء نزيه مستقل يحكم بتجرد وبدون ضغوطات وإلا لكنا تم إبعادنا من الحزب بشكل نهائي بحكم قضائي لحسن الحد نحيي العدالة في بلادنا وندعو دائما إلى أن تكون سلطة القضائية سلطة حقيقية مستقلة شكرا شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر